بيت كل المصريين بيتكم وبيت كل العرب والأمة العربية كلها ان شاء الله بخير زي ما احنا معودينكم دايما عندنا مواضيع حلوة وجميلة موضوعنا النهاردة على فكرة كلنا بنفكر فيه وبنفكر فيه عايزة اقول لكم كل يوم وكل ساعة عارفين موضوعنا ايه؟ مثلا مثلا وانا مشي في البيت كده ولا بي ولا علي ومسك الموبايل في يديو وبتكلم فجأة الموبايل يطير ويقع على الارض يندش الشاشة تيجي بالعرض وبالطول وتكسر وكل التليفونات اللي عليه هس 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 مفيش اي حاجة لا بيدي هوا ولا ميا بتكلمي مين عشان تبوزلك العين دي ما عرفش بكلم مين ولا كنت جاية من عندي مين ولا مين اتصل بي ومرضيتش عليه كان معي تليفون اما التليفون كله طر من ايدي يا ساتر اروح التوكيل ما انتو عارفين بقى الموبايلات بتاعت الايام دي بقى الغالية بقى كل واحد بقى كان يبعد انتشي مسكة اللي هو اسمه ايه ده بتاع زمان 1110 باين ولا كان اسمه نكية ايه حاجة كده غريبة ما ده شاشته برضو بشيه وشويات يعني تروح تلاقي الشاشة ويقول لك اس الشاشة طيبا نص ثمان التليفون طبعا ما هي الشاشة ايه غير تليفون يعني انا مستغربة اوما مش بيبعونا تليفونات لا اوما بيسترزعوا على افانة قطع غيار وصيني تليفونها صيني مين هيبصي ما نصبتلك انت المركب ما نصبتلك انت اللي اصلي ايوة معايا ابو خمس كاميرات يا حبيبتي اه خمس كاميرات في عينك اه معايا ابو خمس كاميرات خمس كاميرات في عينك اه انا اللي بتحسد على طول وانا اللي بروح من البرنامج انام همدانة وتعبانة همدانة ويجوا يرؤوني ويعملولي عروسة من عينها ومن عينها ده أنت اللي تبقيت رايحة والجاية عينك بصاري تفلق الحجر بصلك على إيه حبابتي قوليلي كده متعقدة مني ليه يا أمي ليه يا أمي أحسن منك بكتير والعين ما تكرهش غير إيه ولله أحسن منها طب وما علينا والنفس إيه أمرة بالسوق أه ألو نفسك سليمة تأمرك بالمعروف طبعا طبعا نفسك وحشة تخليك تبصي اللي في إيد غيرك آه ما تبصي اللي في إيدك آه آه اللي في إيدك ما فيش زيه لا ما فيش زيه ليه بصة في إيد غيرك والنبي بتتكلم في موضوع الحلقة أخدته على نفسها كلنا بنعني من الحسن وخصوصا لما تكون وزووزة كده زي ها جدة لحفتين ها وبالعسل وبالطعامة وبالشياكة والأناقة والأوام ده كله يا أختي خربت طعمتي افضلي بصي ده محدش حز بتحسدي نفسك يعني هو اللي هو ما فيش عين النهاردة طبعا أنا أجيب العين لنفسي بقى انتوا عارفيني ان احنا ممكن نحسد نفسنا طبعا ما يحسد المال إلا أصحابه ممكن تقعد تبص النفسك كده أنا عناية حلوة للنهاردة هو أنا 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 النهاردة كده فيه صحة في وشي أنا ليه صحية موردة وغدودي حمرة إيه ده ده أنا شعر يتول وتقل ده كان بيقع ومقصف لا لا خسيت ده المنتون دخل فيه هو أحي على الجمال جزي بيموت فيه على خصة الولاي أهلوين وجمال كده وبيصحوا بدر وبيذكروا من نفسهم مش محتاجين الدروس خصوصية طيب ما تحملوا دي ربنا انهم ما بيذكروا ما شاء الله تشيل كل حاجة أول ما تشوفي حد وفي حاجة عجباتك فيه ومشاء الله الفستان ده شيك ما شاء الله النهاردة صحتك يعني واضح ان هي بخير منورة وجميلة ما شاء الله يعني ما نشوف حد نسمي بس عايزة أقول لكم على حاجة برضو مهمة مفيش حد فينا ما بيحسدش كلنا بنحسد بس نسم لا لا يعني أنا ممكن أشوف عربية تعجبني لا عايزة زيها هو ده حسد بس أقول إيه بقى هنا بقى الفرق البسيط ما بين الحسد المدير والحسد العادي لا طبعا أنا بقول الله يبارك له فيها أنا بفكر أجيب عربية زي دي لما ربنا يكرمني ربنا يبارك له فيها ويكرمني لكن ما بقولش ياه عربية منين إيه ده ده كان أول إمبارح مرمي على القهوة مش لا يأكل ركب عربية بربع عجلات ده العربية دي الجلب كم كده يعني نتممنا بخير 600 ألف جلب منين الجربوع ده 600 ألف إيه ده طالع الشقة فيها ثلاثة أسنصير العمارة الله يرحم الله يرحم لما كان بيطلع ستة دورة على رجليه لما كان بيخدها متوراجل الله يرحم ومنطقة ملع نطفد كده ريه الله يرحم كان واخدها من الزوال اللي في الحارة اللي وراء اللي كنت لما تخش الحارة اللي جاي في وشك يغبط فيك عشان الشرع هيا ما شاء الله ونسمي على اللي قدامنا يعني نقي شر العين لأن كل لنا بنبص يعني إحنا بيعجبنا حاجات فأول ما نبص حتى ولو على نفسنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ريه بيتك المريضة بكحة جاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه مريض مريض ايه ده عنده صحة تهد جبال ده ساعات بيروح لغاية ميدان الأسباكية ويرجع تلغاية السيدة زينب كل يوم ثلاث مرات وبعدين ايه كان أجرودي دلوقتي بص ياختي الشعر اللي طالع له في وش ما عرفش رحل اللي عطرت داله ايه حرام رجع شعره نبت في ظرف شعر كفاية يا راية كفاية سكينة كفاية أنا سمعكم من بدري تتكلموا على موضوع الحسد زمارة رقابته دي اه انت عافنا هو بيتكلم من القوضة اللي بعد القوضة اللي بعد القوضة وبصي صوته وبصي القوة زمارة أصلي زمارة تتقطم زمارة رقابتك يا بعيد عشان أخلص منك وحشتيني يا سكينانة قلبي انت اللي زيك ما بيقصاش في الحسد على فكرة لان احنا قيامة حسدناك حسدناك بقى بجد بقى ما بيحصل لكش حاجة والله والله يا بص اقولك على حاجة سكينة أنا سمعكم من بره بتتكلموا على موضوع حسد ومش حسد أنا عايزة فان نطلقوا بين حاجتين في ناس عندنا ربطين حياتهم كلها بالحسد تلاقي بيت كده راحت خطوبة واحدة صاحبتها مبارح خطوبة راشة صاحبتها راجعا من الخطوبة صحية منهم لقيت عندها دمل جاهنا صحي كده فسفوسة اه طم جو قالي لأنا تحسد أنا عارفة ان الفستان النبيتي بتاع مبارح ده كان مبهدل الفرح علي وهي اصلا والشقم عفن لانها بتغسله بصابون سايل وربنا يعني ما بتعملوش حتى بتاع طبي ولا حاجة صابون سايل من اللي هو بتلاتة جنيه ده فطبيعي يطلع لها فسفوسة الفسفوسة ده يطلع لها تحالف والشهر يا ما تشافتش اساسا ببستانها الوردي ده خالص بحد اش شافها الله امال بقى الناس بتعبرة دول نعمل فيهم يبطعوا هليوت بقى ولا رونالدو ده اللي لو لبست خيش بس وراحت فرح اهو واعنيني الزرقة والشعلة الأصفر والبياض اللبن والتباية لكن واحد زي بتعبرة بتعبرة دول اللي بيتصور في يخت واللي قاعد في جزر الهواوي مدعي عليه ده ده ايه ده لا هي تبقى طالع على لبس رفوسة الوردي ومش بايلها جنب من وش ومش بايلها وش من شعر وتقول لها انا تحسد تشافوني بصولي ما انتي ولا حد شافك انت ما جتيش اساسا وام العريس قاعدت تقول دي احلم العروسة عليها كل ده جواها والله جواها الدم اللي يطلع هو عندها ومداريها بتلاتين كيلو ميكب عشان تدار الدم لابو صديدة بس قلت حاجة حلو والله قلت لما دول بيتحزدوا بره دول اللي بتصوروا في هواوي وبتصوروا في مالديفي وبتصوروا في تايلاندي وماليزيا اجسام واشكال وفلوس وعز ووز وعلام دول ايه بقى دول في فعلا الناس بتحزد على حاجات بسيطة قوي ممكن ما تكونش هي طيلاها يعني ممكن تكون ست غنية قوي وتحزد ست فقيرة عشان ابنها شكله حلو وشعره ناعم وساعات بتبقى واحدة حزد حاجة والحاجة دي عندها حزدكي عشان ليه عندك زي عندها يعني ليه انت عندك طيب طب وانت وردت كده وقلبت على ابو مازن السوري ليه وردت كده واخدودك محمرة والشعر بيبك من وشك ما قلبت على ابو مازن السوري كده ليه انا وحش وما بخافش من حد انا اجمد واحد في المطاعم كله برافو عليك برافو عليك طب طيب ربنا ياقيك شر العين تدفل كورونا ده الحنجرة ايه ما شاء الله شوف الصوت بيزع وسمعينه من وحنا هنا طب اتكل على الله اتكل على الله اي حد يشوف اي حد يقول ما شاء الله ودايما اعرف ان انت احدة عبدالعلمات مننا هو احنا للدرجة دي جامدين واعرف دايما ان ربنا مديك ومديك حاجات كتير مديك حاجات بيتمنها ناس تانية غيرك ما تبصش للي في ايد غيرك والاسقار انت عندك كنز كنز كبير قوي جواك انت مش شايفه وما استغلتهش لحد دلوقتي بص على الكنز بتاعك بدل ما انت عينك حتطلع على كل الناس مستكتر اللي عندهم على فكرة انت عندك اكتر منهم بس انت اللي مش مؤمن وعلى فكرة جماعة وقالة بذكر الله يتطمئنه بقلوب يعني انت خايف من حد جاي عليك والبناء ادم ده انت شاتك انه بيحسدك اذكر الله في سرّك بس قول ما شاء الله في سرّك بس ومن شر حاسد اذا حسد في سرّك زي ما انا عملت على عبدالعال واتكل على الله زي ما انا برضو قلت كل عزو رب الفلق عليها او ما بدخل كده كل يوم ولا بسجل معاه افضل اقرى كده اول ما اقرى كده او مكافية شرّها ربنا يقيني شرّها لحد بس معه بحسد فيها شوية هنطلع بريق تعاليلي هنا ارحميني بقى ارحميني انت انت يا ترحميني انت اللي بصيش للفصان مبارح ودعب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة